السلام عليكم عزيزي المشاهدين اليوم دعنيكم كيف تصنعوا ظرف جميل جدا من ورقة يلزمكم ورقة مستطيلة مثل هذه تطووها على نفسها بهالشكل ثم تطوو الطرف للخلف للحدود ترجع تطوو الطرف للخط بالوسط بالضبط ثم تفتح تطوو الطرف بالوسط مرة وتجل ثم تطوئ الطرف لحدود الخط ثم تطوئ الطرف لحدود الخط ثم تطوئ الطرف 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 ثم نفتح كل الزاوية ونسحقها بشكل ان الخط يصير على الخط ثم نفتح الزاوية الثانية بعد ترى أن ترى المربع الذي يختبر هنا نعمل خط بشكل ان يصل الزاوية بالترى الى الاتفال ثم نفتح الزاوية فأعمل شكل من هنا سوف أقوم بعمل كثرة سوف أقوم بعمل الطرف الثاني الزاوية للزاوية ثم سوف أضع الزاوية والضب الزاوية بلدخل سأقوم بعمل الطرف الآخر فوت الزيب بالجيبة ثم سأقوم بعمل الطرف الزيب بالجيبة ثم سأقوم بعمل الطرف الزيب بالجيبة وinstantء سأقوم بすاكل ثم أفتح الر يعيش فوت الزيب بالجيب سفوظ بشكل الخط يجب ان انتهت وفوت من هنا اضافة الورقة مثل هذا الشكل اضافة الطرف الاخر اضافة الجيبة و اضافة بشكل الخط الذي يكون هنا و اضافة و اضافة الورقة اضافة الطرف الورقة و اضافة لخط اضافة اضافة باتجاه الظروف هذا يصبح لديه ظروف أقفله بهذه الطريقة أقفوط اللسان بالجيبة كما ترون الظروف جميل يصبح مرتب كما ترون لبز جميل جدا من الداخل مرتب ومرتب يمكنني أن أضع أي شيء مثل هدية نقضية لنفرط أنكم تعطوا عيديات لأولاد ولا يوجد ظروف فتبتكروا الظروف وتضعوا الهدية وتقفلوا وهذا الظروف هو أنه يتقفل بأحكام لا يوجد مجال أنه يدع المحتوى منه كثير جميل أقفت نماذج أخرى بألوان أخرى كثير جميل ظروف جميل كثير جميل تقفلوا من ورقة واحدة أتمنى أن هذه الحلقة تكون عزبتكم للمشاهدة المزيد ضغطوا الرابط أدنى أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهب تلينة كلمة وما تنسوا الاشتراك وشير إلى اللقاء